اشتركوا في القناة اعتقاراً إلى الله من رسول الله وما من مخلوق رفع الله ذكره وأعزه في الدنيا والآخرة كرسول الله علاقة عكسية كلما ازددت خضوعاً لله كلما مرغت جبهتك في أعتاب الله كلما قلت يا رب أنا عبد ضعيف كلما ازددت افتقاراً إليه كلما غمرك بالعطار كلما رفع ذكره كلما أعزك كلما ألقى عليك الهيبة وكلما قلت أنا وأنا فخرج على قومه بزينته قالوا قال إنما أوتيته على علم عندي فخسفنا به وبداره الأرض جرّل قل أنا يتخلى الله عنه قل الله يتولى الصحابة الكرام وهم نخبة الخلق في بدر وعلى رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام افتقروا إلى الله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة افتقرون ضعفاء في حنين أقوى قوة في الجزيرة فتحت مكة ودانت الجزيرة من أقصاها إلى أقصاها بعد حنين قالوا في أنفسهم وهم الصحابة الكرام لن نغلب من قلة قال تعالى وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَسْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ يعني درس بليغ درس حنين ودرس بدر ببدر قالوا الله فتولاهم الله بحنين قالوا نحن قسر فتخلى الله يجرر بعملك بزواجك ادخل إلى البيت قول بسم الله الرحمن الرحمن اخرج من البيت قل اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أن أجهل أو يجهل عليه الله يتولاك يسدد خطاك يمتقك بالصواب يلهمك الحكمة يلقي عليك هيبة يهابك الناس قل أنا متفوق عندي خبرات متراكمة الناس كلهم يحبونني ترى استخفافاً من الناس وتخلياً من الناس يصحقك لأنك قلت أنا أيها الإخوة لذلك الدعاء يحتاج إلى خضوع إلى تضرع إلى افتقار أنت حينما تفتقر للواحد للديان يرفعك في أعلى عليين يمنحك الحكمة يمنحك الهيبة يمنحك الوقار يمنحك القوة يمنحك العلم يمنحك النجاح التفوق اخضع تذلل وما لسوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع وما لسوى قرعي لبابك حيلة فإذا رددت فأي باب الأفرع لا تعتمد على أحد اعتمد على الله لو كنت متخذا من العماد خليلا من العماد خليلا لكان أبو بكر خليلي ولكن أخ وصاحب في الله لذلك ادعوا ربكم تضرعا يعني أظهر ضعفك أظهر افتقارك إليك تذلل بين يديك مرغ جبهتك في أعتابك قل يا رب أنا جاهل عن الم أنا ضعيف قويني أنا فقير أغنيمي أنا لست حكيما ألهمني بحكم يعني سيدنا يوسف نبي عظيم قمة في مجتمع قال رب إن لم تصرف عني كيدهن أصل إليه وأك من الجاهلين حتى استقامته وعفته ما نسبها إليه إن لم تصرف عني كيدهن أصل إليه وأك من الجاهلين شأن العبد الخضوع وشأن الله العطاء بقدر ما تخضع رفعوا شأنك ألم تقرأ قوله تعالى ألم نشرح لك صدرا ووضعنا عنك وزرك الذي أنقب ظهرك ورفعنا لك ذكرا رفعنا لك ذكرا وهذه الآية تنسحب على كل المؤمنين بقدر استقامك وطاعتك وإخلاصك يرفع الله لك شأن يلقي محبتك في قلوب الخلف إذا أحبك الله ألقى محبتك في قلوب الخلف لذلك أدعوا ربكم تضرعا أظهر ضعفك أظهر تذل لك مرغ جبينك في عتابه لنت حينما تستقر بالوحي الزيان يرفعك في أعلى عزيز ترجمة نانسي قنقر